الحدث الأبرز اللي مسيطر في الصحافة العربية هو التفجير الإرهابي اللي شهادته المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة في مسجد الإمام علي في القطيف واللي بيصلي فيه مواطنين سعوديين شيعة من سكان المنطقة الشرقية الحدث ضخم بكل المقايز والحقيقة أن مشكلة جرائد أنها قدرت أنها التواكب وفيه تعطيتها شرق الأوسط لحقت جزء مقتضب وقالت عن بيانة داخلية نقلت من بيانة داخلية وقالت أنه بيانة الحقيقة أن الانفجار جاء نتيجة لتفجير أحد الأشخاص لحزام ناسف كان يخفي تحت ملابسه مما نتج عنه مقتله واستشهاد عدد من المصلين وبشرة الجهات المختصة مهمها في نقل المصابين إلى المستشفى وتنفيذ إجراءات ضبط الجريمة الإرهابية ده كان في جريدة الشرق الأوسط لكن جريدة الرياض لحقت أنها تعمل تغطية إلى حد ما تغطية معلوماتية وكانت كمان سريعة ومزودة بصور من مكان الهادث وربما كان اللافت في جريدة الرياض هو أنها استخدمت في عنوانها كلمة شهداء بكده تكون جريدة الرياض بتتعامل وبتؤكد على أنه المواطنين اللي تقتلوا هم مواطنين سعوديين بصرف النظر عن انتمائهم وبصرف النظر عن أنه هم شيعة ولا سنة ده حسب الانوان اللي موجود وزي ما حضرتكم عارفين أنه هذه الانقسامات أو هذه التصنيفات اتطورت أو كان الحديث عنها بشكل مبالغ فيه في الفترة اللي فاتت على خلفية عملية عصفة الحازم بين السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن اللي هي الشهيرة بالحوتيين خلال سبيع الأوليلة اللي فاتت كان الكلام عن هذا الموضوع وعن هذه الخلافات بخلف كده التقرير احتوى على شغل صحفي نقل شهادات شهود عيان حسن بعض المعلومات بخصوص طريقة تنفيذ الحادث تقرير الرياض قال أنه توفى عشرين شخص وأصيب بعدد من الجرحة وده طبعا لحد ما التقرير اتنشر لكننا لحد اللحظة دي ما نعرفش أن العدد وصل لكام أنه فيه بعض التقديرات بتقول أنهم وصلوا لتلاتين حالة الجرحة يعني حالة بعضهم خطيرة للغاية بعد الانفجار اللي كان في مسجد الإمام علي بن أبي طالب القطيف بتشير الأنباء الأولية أن سبب الانفجار إرهابي فجر نفسه من أو بين المصلين والرياض بتقول أنها تواجدت في موقع الانفجار داخل المسجد وأن جثة الإرهابي انشطرت نصفين وتم انتشالها من الموقع قبل قليل فيما انتشلت ضحايا من الموقع ولا يزال الأهالي حتى اللحظة يتوافدون على الموقع للإتمامان على دويهم نروح بعد كده لوكالة إرم الإماراتية للأنباء وبتقول وحسب ما نقلته أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش أعلن مسئوليته عن الحدث وكمان اتكلمت عن الأرقام وأنه وزاي أنه هذا الانفجار أصفر عن مقتل نحو 20 شخص موقع الساعت قال أن التنظيم المتشدد حدد اسم الانتحاري اللي نفذ هجوم القطيف بأنه أبو عمار النجدي وأضاف أن الهجوم اللي تم باستخدام حزام ناسف قتل أو أصاد 250 شخص أشارت كمان الإرم الإماراتية لتقارير المتحدث باسم وزارة الداخلية وإزاي أنه هذا هو أول هجوم يستهدف الشيعة في المملكة منذ أن قتل مسلحون ثمانية أشخاص على الأقل في نوفمبر في هجوم استهدف احتفال شيعي في شرق السعودية برضو كان قريب من القضايا وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية التفجير بأنه عمل إرهابي وقال برضو على الشخص اللي قام بتفجير الحزام الناسف خلونا نروح لجريدة السفير اللبنانية وجريدة السفير اللبنانية برضو كانت بتتكلم عن حاجة تانية بتقول أنه أعلن مصدر أمني أن قنبلة انفجرت في مسجد للحوتيين في العاصمة اليمنية صنعاء حدث تاني مختلف وده أسفر عن إصابة 13 شخص في حين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراء والشام داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيانة على موقع تويتر وفي الوقت نفسه بيواجه اليمن نقص في الطعام والموارد الأساسية بسبب عدم تمكن سفن المساعدات من الوصول بسبب الحرب قال التنظيم الإرهابي أنه هي المسؤولة عن هذا الحدث يعني إحنا دلوقتي قدامنا حدثين شايفين تفجير في السعودية شايفين تفجير في اليمن حسب ما جريدة السفير برضو نقلت وكل طرف اهتم بنواين الحدث منهم وفي الحالتين داعش هي المسؤولة وداعش بتعلم مسؤوليتها حسب الجريدتين أو حسب الصحف زي صحيفة السفير وزي صحف كمان التانية زي الشحق الأوسط على سبيل المثال اللي تحدثت ونقلت على أنه داعش برضو مسؤول عن هذا الحادث فأمام الحادثين إحنا محتاجين تقارير أكتر علشان تفهمنا الأوضاع بالشكل أكبر خلونا نخرج بقى للصحافة الأجنبية ونشوف حاجة مختلفة خالص عن الانفجارات اللي بتحصل عندنا في منطقتنا نروح للإندبندنت البريطانية والإندبندنت البريطانية حاملة قصة ظريفة وخفيفة في نفس الوقت عن أحد مشجع كرة القدم ومشجع كرة القدم ده كان نفسه هو يروح يحضر مطش طبعت رسالة للملكة إلى زبث بيطلب منها أنه يحضر هذا المطش وأنها تتحمل تكاليفه قال لها أن الأرسل الوصل لنهائي كاسر الاتحاد الإنجليزي أمام نادي استنفالة وأنه عايز يحضر المطش هو واحد صاحبه لكن معهمش فلوس بيطلب منها أنها تساعد ويحضر بعت الخطاب اسمه تشارلي وصاحبه اسمه ليو ميرفي رغم الرد المبشر اللي جي في افتاحية رد مكتبة الملكة على الخطاب لكن الرد كان محبط مكتب الملكة اللي رد على الخطاب الرد كان محبط رد المكتب بأنه طلق هذا الطلب بسعادة وطلب تشارلي وقال أنه يعني هذا الطلب أنه هو يحضر المطش اللي هيكون موجود في ملعب وينبلدن يوم 30 مايو لكنه مش من اختصاص جلالتها أنها تتصرف في مثل هذا الأمر والحقيقة عندنا هنا يعني يعني قالت حسب رد مكتب الملكة بيقول أسفون أن نرسل لك مثل هذا الرد المحبط متمنين أن تستمتع بمشاهدة المباراة ونبلغك بأمنياتها الطيبة لك ولصديقك ليو الحقيقة الرد ده وإحنا بنقرأه حسنة أنه فيه برود من هذا الرد ممكن واحد يقارن ده رد فعل أمير عربي لو طلق رسالة زي دي أو حتى الرئيس الأمريكي إزاي هيتم استغلال الأمر ده عائيا وهيتم توفير التذاكر لتشارلي وليو لكن على ما يبدو أن الإنجليز والتقشف والبخل الإنجليزي اللي هو المعروف بمعزل عن كون وثقافة كما يشيع البعض هو عرض من أعراض الضغط العام اللي بتتعرض له بريطانيا وخاصة من المهاجرين وعلى ما يبدو أنه هو ده اللي سيطر على رد الملكة على المشجعين اللي كانوا عايزين تذكرة عشان يحضروا بس الماتش اللي وما نقصهم يحضروا وكان الرد حاسم بهذا الشكل يمكن السيدة خافت أنه لو وفقت على هذا الطلب حد تاني يطلب منها أنه يحضر برضو ماتش تاني ولا حاجة النهاردة في تيليجرافقة البريطانية تقرير عن معدل الهجرات لبريطانيا واللي الأرقام بتكشف أن السنة اللي فاتت لوحدها دخل المملكة المتحدة 641 ألف في حين غادرها 318 ألف بس أرقام بتقول أن الصين هي أكبر بلد بيسافر منها ناس لبريطانيا برقم يقدر بحوالي 44 ألف صيني سنة 2013 في حين بتيجي أسبانيا في المركز التاني ب33 ألف حوالي نفس الرقم من المهاجرين بيجي من الهند بعد كده 29 ألف من أستراليا و27 ألف من بولندا و22 ألف من فرنسا تقرير تيليجراف بيحاول يحلل الأرقام وعلاقتها بالبلاد التانية الأكثر تصديراً للمهاجرين وتأثير ده على الاقتصاد البريطاني وطبيعة الاستضامة المحتمل بين ديفيد كاميرون رئيس الوزراء المعاد انتخابه وبين المهاجرين خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة دي الحقيقة يعني أبرز اللقطات اللي توقفنا عندها في إصطحافة البريطانية وإصطحافة العربية والمحلية طبعاً دي كانت جولتنا في إصطحافة اليوم بكرة جولة جديدة صباحاً لخير اشتركوا في القناة